ترأس الوزير الأول نذير العربوي ليوم الأربعة اجتماع للحكومة حيث أفاد بيان للوزارة الأولى أن الاجتماع خصصة لدراسة مشروع مرسوم تنفيذية تضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتجهزات العمومية الكبرى وتنظيمها واستعرضت الحكومة مدى تنفيذ مختلف المشاريع المتعلقة بتزويد بالمياه لسيما تلك المدارجة ضمن البرنامج الوطني لإنجاز محطات تحلية لمياه البحر كما تنولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذية تعلق باللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني واللجنة المحلية لأمن المطارات اشتركوا في القناة